اشتركوا في القناة قال ربنا الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويجمعون ما بين ذكر اللسان فكر القلوب قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في عظمتهما فيما هي عليه وينزهون الله عن العبث ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا هذا دعاء ما خلقت هذا باطلاً محال أن يكون الله قد خلق هذا لغواً عبثاً باطلاً فلما قالوا هذا نزهوا ربهم عما لا يريق به سبحانك ثم تبين لهم أن النار هي الخزي الأعظم فاستجاروا بالله منها سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وإن من الكرامة التي ينتظرها المؤمنون من ربهم أن لا يخزيهم في الدنيا والآخرة وإن من أجل الدعاء وأعظمه أن يستجير العبد بربه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والخليل إبراهيم عليه السلام كم كان له من سجدات كم كان له من صلوات كم كان له من أعمال زاكيات كم كان في قلبه من الطهر والكمال والعفاف والتوحيد فلما دعا قال ولا تخزيني يوم يبعثون قال ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهنا قال الله عن أوليائه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمين بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآيات وليس المقصود تفسير خواتم آل عمران إنما المقصود بيان قول الله عز وجل أن هؤلاء أولو الألباب في قوله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا